اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سهلا وسهلا بكم مرة تانية معنا يسعد مساكن اليوم بدنا نبلش برسم شجرة جديدة هي شجرة النخيل خلينا نشوف شو الادوات اللي رح نستعملها اليوم هيدول الرياش متل ما شايفين اللي احنا هنستعملهم في اللاين وفي عنا الفان براش وفي عنا ريش العادية الالوان اللي رح نستعملهم كمان بالاضافة انه هيدا الالوان اللي عم بستعملها هي اكريلك فيك تمزجها مع المي مش بحاجة للزيت وفيك ما تمزجها باي شي ممكن تستعملها بشكل مباشر هنستعمل اول شي لون الاصفر بالمناسبة برجع بكرر انه هيدا النوع من الالوان سهل تنظيف حتى لو السخت ايديك او السخت ايبك مجرد انك تغسل بالمي مباشرة بيروح هيدا النوع من الالوان هو بيساعدنا كثير لانه سهل المزج ويمشي معنا بطريقة حلوة اذا بدنا نقول اسهل من الزيت شوي خاصة للناس المبتدئين سوف نستعمل لون الاصفر اللون الاحمر بالاضافة لنستعمل لون الاخضر واللون البني وكمان هنستعمل لون الابيض ونضع كمان شوي اسود اليوم بدنا نرسم النخيل او النخل بطريقتين هنستعمل كجزع الشجرة هنستعمل طريقتين او اسلوبين كل واحد بيحب يختار الطريقة الي بدوا اياها وبالنهاية نحنا عم نتعلم طريقة وطريقتين وثلاثة لحتى كل واحد منا يجرب اكتر من شيء ويحاول انه يتعلم الخطوات الي ممكن تساعدوا للمستقبل انه يتطور ويطور نفسه ويطور مهاراته فينا نبتدي بهالطريقة انو نحن نعوم نحط ماء على ريشة بعدين نشفها شوي ونرجع نستعمل اللون احسن ما تحط الماء بشكل مباشر على اللون هيك بيمزج مع ريشة بطريقة اسهل هلأ فيه انواع من الالوان الي موجودة بتكون لذيجة يعني هي ممكن ما تستعمل ماء نهيا في بعض الحالات حتى هيدا النوع ممكن ما تستعمل ماء نهيا وممكن انك تستعمل ماء اذا كان بدك تمد مثل هالحالة الي هم بستعمل انا الشجرة اذا بدك تمشي فيها للون بعطيت بحاجة لشوية ماء بيكون احسن لدي يمشي معك اللون بطريقة اسرع وما يعزبك وما يقطش معك اللون هيدا نوع الشجرة الاولانية الي هنستعملها اذا منكن بتتذكروا شكل النخيل كيف الجزع الشجرة بيكون هيك طالع منه شيء فنحن اول شي هنرسم الشجرة بشكل طبيعي مدون ما نطلع منها اي شيء هي هيك مثل وراء مروسة طالع على برا بيعطينا الشكل حلو هلا هنرسم هيدا الشكل بالشجرة بالشجرة التاني الي هنعطيه مثل ما قلنا دايما انحنا بدنا نشتغل على دارك و لايت وين بيكون في عنا مضرب الشمس او مضرب الضو لازم يكون اللون افتح مثل ما هلأ عم نعمل عم نفتح اللون من هيدا الصوب لي يعطينا احساس بانه الضوجة من هيدا الصوب لا نوضح لانه الضوجة من هيدا الطريق دايما انت عم تستعمل الريشة تأكد انه الريشة مليانة على الاخر مش تعبي نصة او ربعة تحس انه اللون بيبقى كتير او شيء لا اجربها اذا حساتك فيك تخففها فيك تزيد اذا زدت مي ممكن تخف اكتر اذا انت شوف كيف الطريقة تحس حالك مناسبة بس الافضل دايما انك لما تحط اللون على الريشة تكون الريشة مليانة هون بدي نبه لشغلة انه ما حدا يخاف من انه اللون مثلا انت حطيته مظبط معك طب كويس انا هون حسيت مثلا انه اللون الابيض طلع اكتر ماشي الحال بنرجع منطيف الاسود محل تاني مش مشكلة ما هو الشغلة الحلوة برسم انه انه يمكن يتواجه كتير بعض الاحيان انك تعمل خطأ معين هون هون السكيلز اللي انت بحاجة لها هون المهارة اللي انت بحاجة لها انه وقت اللي احسيت معك خطأ معين بمكان معين كيف تقدر تصلح هيد الخطأ وتضبطه اذا حسيت حالك حطيت ابيض اكتر شوي ارجع ضيف الاسود مش مشكلة حسيت حالك انك ضفت اسود كتير مش مشكلة ارجع ضيف ابيض وهيك عادي مش مشكلة المهم انك انت بالنهاية انك ترتاح للصورة او للراسمة اللي انت عم ترسمها موسيقى 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 الا اذا بتلاحظوا بتطلعوا على الشجرة خدوا وقفوا شوي على البعيد ودايما هاي ملغها مهمة لما تكون عم ترسم ما دايما تدلك قريب من الصورة خد بريك ثلاث سواني ارجع لورا شوف في الصورة كيف تطلع معك هلا انت عم تحضرني واقف شوي ارجع لورا لما تبعد عن الصورة تصير تعطيك تفاصيل اوضح كل ما تقرب من الصورة بتكونوا مركز على شي معين فهلا انت اذا بترجع لورا بتبلش تحس انه الصورة تعيط الشجرة بلش تتبين بلش يبين معك انه في جنب مش واضح في الشمس او ما في ضو في الجنب اللي من قدام انه في ضو هذا بيعطينا شكل الشجرة كتير حلو اللي هو بالطبيعة هيك اذا انت واقف قدام شجرة حتى الله ستلاقي انه في مكان في غامع في مكان في فاتح هذا اللي حاولنا اعمله هلا فدايما انت عم ترسم حاول ارجع شوي لورا اركز شوف كيف الوضع وامشي بالموضوع هلا رحنا نعمل طيب الثاني من الجزع تاع الشجرة نحنا مثل ما اتفعنا هنرسم نخيل هنشوف كيف طريقة الرسم بتاعت النخل هلا في ناس بترسم النخل بالجزع العادي وفي ناس ممكن ترسمه بالطريقة اللي هو صحيحة وموجود فيها بالحقيقة فانا حبيت تعطي اتنين اكزامبلز منها منتعلم كيف ترسم الشجرة بشكل طبيعي ومنها بتتعلم كيف ترسم الجزع تاع النخيل اللي هو حسب الطبيعة اللي موجود فخلينا نشوف هلا كيف نحنا بدنا نرسم النخيل او جزع النخلة بطريقة اللي هي حقيقية هون بدي نوه انه في بعض الاحيان انت عم ترسم انا قلت هذه الالوان ممكن ما تستعمل مي فيك تستعملها بشكل مباشر بس مثل هلا النوع الفان براش الفان براش اذا كان موجود المي انت عم تستعمل مش تكون مي كتير بس كلما كان المي موجود كلما بتعطيك الصغار اللي شفت الطرف كيف عم يطلع كتير رفيع وقت لي عم يطلع هيدا بتساعدك المي انك انت تعمل هيدا النتيجة هون عملنا الجنب جنب من الشجرة هنعمل الجنب الثاني بشكل مباشر يكون لون افتح مش نحط كله مثل ما عملنا بالشجرة لون غامق بعدين نفتح لا هنحطه دغريل لون فاتح من دون ما نعمله لون غامق ونرجع نفتحه ثم نعمله بشكل مباشر فاتح مثل ما هلا عم تشوفه بلاشوا تحسوا انه هيدا الجزء الجديد اللي هلا عم نعمله دغريل تحس انه مجرد ما تطلع عرجع شوية لورا بتحس انه في ضو جاية من صوب اليسار من صوب اليمين ما في ضو اللي هو انعكاس الضو بالحالي الطبيعي اشترك زلية لون ثاني على مكان الفاتح بيعطي حقاك شوية فة بيبين انه فيه تمويج بالالوان مش لون واحد او لونين هو بالحالة الطبيعية موجود هيدا اذا بتطلع بتلاقي اكتر اذا واقف الدب نخلي عم تطلع على الجزع بتحس في مش بس لونين وثلاثة ويمكن في عشر الوان فحلو المزج والالوان دايما بتعطي نكرة خاصة لاي شي ممكن تعمله ممكن بتجرب تدخل اي لون تاني دايما انا برجع بقول ما تعتمدوا على الالوان اللي انا عم بستعملها انا كل الهدف من اللي انا عم بعمله هو انه اه اه اورجيكونه الطريقة انا عم بستعمل الالوان معين اللي حتى اتعلم فيها اه شوفوا هون اذا لاحظتوا حسيت انه الجانب اللي من وراء هو غامق بس اذا غمقتوا اكتر يمكن يعطيك يبين شكل الشجرة بشكل اوضح وهيدا اللي صار هلا اي دول جزعين الشجرة اه اعملنا كل واحد بطريقة هلا حنعمل الورق بتاع النخل اللي موجود من فوق او اه اه ام بستعمل عم بخلوط الالوان اه وطيت الاخضر حطيت شوية معه أحمر حطيت شوية معه بنا شاي نغمق اللون اه وفيك تضع ابيض بس انا بحب اللون اول ما هم تستعمل هذه الورق بحب اللون يكون الغامق قادما يكون الغامق بعدها مترجع بتقدر تفتحه اه لا يوين معنا كيف الضوء جاي من اي صوب هون نحن عمل نستعمل الفان براش مثل ما لنا بتساعدنا الفان براش انه تعطينا تفاصيل اذا انت بك تعملها باي نوع ريشة تاني بتاخد معك وقت كتير طويل وهم بتطلع بنفس التفاصيل اللي هلا بتطلع معنا بهيدا النوع من الريحش لاحظتوا هون انت مجرد انك عم بتحرك الريشة شويلة تحت او عجنة شوفوا الديتيل زي عم تعطيكم اياها الخطوط اللي طالعين من جزع الورق تاع الشجرة بتساعدكم بشكل حلو انه تعطيكم طبعا من هالفان براش في مقاسات كتير هلا انا عم بستعمل مقاسة صغيرة وكنت مستعملها لريشة هيا قبل هلا في مقاسات اكبر في مقاسات اكبر في مقاسات اكبر ممكن اثنين واربعة وستة وثمانية حسب حجم اللبحة وحسب حجم الشجرة حسب حجم الورق اللي عم بترسموه بتستعملوا الفان براش اللي انتو بحاجتها هلا حننتقل لنعمل الشجرة التانية هنعمل تقريبا من نفس الطريقة نغمق اللون شوي تغيروا اللون اكتر تغمقوا اكتر تفتحوا اكتر كل واحد هو شو بيحب الالوان اللي بيستعملها يستعملها شكرا ترجمة نانسي قنقر لاحظتو هون حسات اللون شوي جميت معي فبضفلوا مي المي بتساعدك انو يمشي معك اللون بطريقة احلى وبطريقة اسهل وبتعطيك ديتيلز انت عم ترسم متل ما هلا شايفين بيعطي شوية ديتيلز اكتر مانا تكونوا عم تستفادوا من الاشياء اللي عم بعطيكنيها بحب انو شارك الاشياء اللي بعرفها قد ما بقدر اكيد في ناس كتير بترسم احسن مني وممكن تفيدكن اكتر بس انا بالمعلومات اللي موجودة عندي بحس انو بحب اني شاركها مع خاصة الاطفال او الناس اللي هنه بحبوا يرسموه بس ما بيعرفوا كيف يبلشو كن دايما كمان الكون ما تخافوا دايما عملوا شي من دون ما تخافوا كيف ممكن تطلع النتيجة لانو الرسم بحاجة دايما للممارسة اذا انت مجربت الشغلة كيف ممكن تطلع معك صعب انك تنمي هايدي المهارة انو لانو ممكن تعمل يعني انا حتى انا هلا انا وعن برسم هاي النخلة اليوم رسمته بهالطريقة بعض يومين برجع ببعيد الرسمة مرة تانية بلقي حالي رسمته بطريقة احسن برجع بعض اسبوع برجع بجربة مرة تالتي برجع بلقي حالي رسمته بطريقة احسن كل ماропلت تستعمل الريشة يوم بعد يوم هاي المهارة بتزيد عندك تقوى تصير بتعرف انت لما بتحط ريشة مكانها بتعرف شو يديلزل ممكن من يطلع من ورا هايدي الريش او من ورا هيدا اللون لما تمزوج اللون الاصفر مع الاحمر شو ممكن يطلع معك كيف ممكن تزيد اللون كيف ممكن تخفف اللون هايدي ما بتجي بس انه الواحد يتعلم كيف لأ هاي بتجي من ورا انك تمارس هيدا هايدي الموهبة يوم بعد يوم بتصير انت بتعرف لانك مجرب الموضوع اكتر من مرة سو انا هون عم حاول اضيف مثل ما انا الدارك اضيف لون الاسود شوي او غمي اللون الاخضر بشوي اسود عشان يبين اللون معنا ونقدر لما نحط اللون الاصفر او الابيض لحتى نفتح نورجي محلما وضارب الضو بيصير ابين معنا بطريقة احلى وحسب طلبكن انا صرت عم احكي اكتر من الاول كان بالاول اشتغيل واعتمد انه الناس تشوف كيف بس كتير ناس منكن طلبوا انه انا احكي واشرح شوي عن الرسم اللي عم برسمها وهذا اللي هلا عم بعمله حتى في ناس كتير طلبت مني انه نوقف الموسيقى ونركز بس على الرسم او المعلومات اللي ممكن تجي من الرسم وهذا فعلا انا كمان عملته حسب طلبكن وازع في عنكم ملاحظات غير هيك كمان بتمنى تخبروني عنا لحتى نحسنها ولحتى يعني نكون عن حصن ظنكن ودلكون تتابعوني لكل جديد بالمستابع ان شاء هون بيمين معنا الضوء لما حطينا اللون الاصفر بيم معنا انه انعكاس الضوء او انعكاس الضوء تاع الشمس بيمين معنا بطريقة حلوة ممكن نستعمل اللون افتح شوي ممكن نغمق اللون الاصفر ممكن نفتحه ممكن نستعمل لون اخضر فاتح اكتر من انه نستعمل لون هذا اللون الاصفر نفسه هي بس الفكرة كيف انت شو اللون اللي ممكن بتحب تستعمله او كيف ممكن تظهر الورق او كيف بيبين لاحظتوا في شوي فرق بين الشجرتين جزع تاع الشجرة التانية اللي رسمناها اللي هو الطبيعي وهديك الشجرة لكأنه الجزع اللي هو الجزع الطبيعي لا يشجرة عادية غير النخلة بس حبينا نجرب كنوع من انه نعمل مقارنة ونتعلم الطريقتين بنفس الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم برجع بلكون اذا في عندكم اي سؤال ممكن تراسلوني من خلال القناة على اليوتيوب او عبر الفيسبوك او حتى الانستغرام انا مستعد تجاوبكم قد ما بقدر على قد معلوماتي اللي بعرفها فبتمنى انكم تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو لحتى الناس اللي بتحب الرسم ان كان اطفال او مبتدئين يستفادوا من اللي عم بعمله انا بدي اتشكركم ولكون thank you very much وخليكم عم تتابعوني على طول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة